عدد من الأطباء والممرضين يشارك في النسخة الثالثة من القافلة الصحية التي يتم تظنمها في مدينة بوكيا بولاية البراكنا بالتعاون مع الطواقم الصحية في العاصمة السنغالية داكار تستهدف هذه القافلة التي تشرف على تظنمها بلدية بوكيا سكان المقاطعة وضواحيها وتركز بشكل أساس على المواطنين الأكثر هشاشة خاصة الأطفال والنساء وكبار السن أشكر كل المشاركين في هذه القافلة الصحية المنظمة من قبل بلدية بوكيا بالتعاون مع مجموعة من الأطباء السنغاليين تضم هذه القافلة مئة طبيب ما بين ممرض ومتخصص في طب الأطفال والتوليد والأنف والحنجرة والطب العام في اليوم الأول من هذه القافلة قدم ما يربع على ثلاثة آلاف استشارة طبية لصالح المواطنين في بلدية بوكيا وبشكل مجاني وهنا أتقدم بالشغر كذلك لسكان البلدية والقرى التابعة لها على الإقبال الكبير كما أشكر القافلة على هذا العمل الرائع وما تم تقديمه من استشارات وأدوية مجانية طيلة أيام هذه القافلة وخلال أيام هذه القافلة تم تقديم آلاف الاستشارات الطبية مع توزيع أدوية مجانية داخل المدينة وبعض القرى والأرياف القريبة منها جاءت هنا فيها تانصون فتبارك الله لا أريد أي مشكلة لا أريد أن نتعدل في زين ونطلصت الحمد لله رب العالمين جاءت طبيب العينين وهذا هو اسمه وطبيب جنرال الحكمهم الاثنين فتبارك وتنظم هذه القافلة الطبية كل عام بالتنسيق مع المصالح الصحية في مقاطعة بوغي من أجل تعزيز القدرات الصحية في مراكز المدينة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسكان عبدالودود السدنة الموريتانية